السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكني الهامبوزان بفيديو اليوم في عندي لألكون نصيحة صغيرة ولكن هامة بخصوص تمديد الإقامة بألمانيا سابقاً كان يصل للشخص بوست يتضمن موعد محدد باليوم والساعة مع دائرة الأجانب من أجل تمديد الإقامة ولكن حالياً لم يعد يصل للغالبية بريد بهذا الخصوص فيحاول البعض بأخذ موعد قبل أسبوع أو أسبوعين وهنا تكون المفاجأة وخاصة بالمدن الكبرى بعدم توفر موعد متاحة إلا لبعد ثلاثة أو أربعة شهور فنصيحتي لكم بأخذ موعد قبل انتهاء مدة إقامتكم بعدة شهور حتى لا تضطروا للانتظار طويلاً يعني طلع على إقامتك ضليان فيها مثلاً شهرين أو ثلاثة فحجوز موعد فوراً حتى ما تضل لاحقاً فترة طويلة بلا إقامة وبالنسبة لحجز الموعد فهو سهل وبسيط جداً إما يكون غالباً أونلاين أو عن طريق الإيميل أو الاتصال مباشرةً بمكتب الأجانب هذا كان كش إلى فيديو اليوم كان معكم نيلهام بوزان تبقوا دائماً بخير وصحة وسلامة تحياتي لكم جميعاً وشكراً لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم اشتركوا في القناة